في 2021 هسألك عن أهم الأحداث بالنسبة لك يعني أهم الأحداث في مصر مثلا داخليا بالنسبة لك لو هنقولي يبقى هايبقى موكب موكب المميوات من أهم الأحداث كان موكب المميوات كمان تنظيم مصر اللي بتورة العالم وشفت موكب المميوات إزاي محمد عبد الرحمن أنا شايفه أنا في رأيي شخص هو أهم حدث على الإطلاق لأنه هو تأثير وفيد المستمر لحد طريق الكباش إنه هو عمل تغيير إنه خل الناس تسأل على أغاني فرعوني أصلي ممكن ببعض الأحداث تاخد يوم ويومين وبعدين تنتهي لكن ده حدث لم ينتهي حتى لو كان براب عمل عنوان عريض عنوان قومي عنوان فني عنوان سياحي عنوان إعلامي لنقله التلفزيوني يعني هو كان وعمل لا ينسى ولو شفنا قبال على متحف المميوات بعدها بيبين تأثير بتاع هذا العمل على مستوى الرياضة على مستوى الرياضة فوزيز دمالك طبعا بالدوري لإنه ده كان حاجة ما بتحصلش كتير وحصلت ده زمالكاوي آه أنا زمالكاوي مبروك على ده وسامعة فيه ناس بتتحك في الجمهور فواضح إن الجمهور فيه ناس أهلوية مشجعوا الإسماعيلي وكده لا هو تحية لكل الأنبياء حيما بس ده حدث الرياضي مهم الدوري المصر مهم الدوريات في المنطقة كمان السنة دي خد بطولة أفريقيا وله استوافت بطولة السوبر تاني وعمل طبعا أرقام وإنجازات كويس خلينا نتكلم في بطولات بعيد حتى عن كرة القدم كان فيه أحداث مهمة جدا بطولة العلم لليد طبعا كمان بس كان المهم فيها كمان إحنا نظمناها في حد ذات طبعا إننا نعمل أول فقاعة رياضية في المنطقة الشرق الأوسط إن الناس تدخل وتخرب ونتعدي بسلام كمان لسه أولمبيات توكيو أبطالنا الأولمبيين اللي رفعوا راسنا بالتأكيد ومعظمهم كانوا بنات كمان أنا ضد التمييز ده يعني ضد إن إحنا نؤكد على ده بس طبعا هداية وجيانة وفريال أشرف فعلا عملوا حاجة كويسة جدا لما بقول أهم أحداث السنة مش باتكلم في المطلق أنا باتكلم أنه أهم الأحداث اللي استلفتت نظر الصحفي الأستاذ محمد عبد الرحمن يعني في النهاية الأشياء النسبية فعشان كده لما هسألك في العالم إيه الحاجات اللي لفتت انتباهك فيبقى لها علاقة باهتمامك أنت الشخص بالتأكيد طبعا لو هنكلم على مستوى العالم طبعا تنصيب جو بايدن خصوصا إنه بالمناسبة يعني ترامب اللي حصل وقتحمل المبنى الكابيتول يوم في السنة فكانت بداية غريبة جدا فدتني على فكرة في الكتاب لأنه أنا كاتب عن ترامب واللي حصل له بعد كده على السوشيال ميديا لأنه انت عمل له بلوك طبعا دي كانت حاجة مهمة دي من الطرائف وغرائب البلوكات إنه رئيس أمريكا مع أنه حاول بس ما قدرش عليه وده بوري إنه أقوى من الجميع هذه الكينات بقت أقوى من الجميع الحاجة الثانية اللي حصل طبعا في أفغانستان هذا المشهد بتاع مشهد الطيارة ده طبعا هو اللي هو النتاك طبعا رحيل ترامب والني جي بايدن فانسحبه أو أكمله الانسحاب من أفغانستان المشهد ده ده من المشاهد اللي كان ممكن يقنع بي البشر إنه فيك من كتر ما هو كان صعب إنه يتخيل إن حد مستعد يركب يتشعر في الطيارة لدرجة إنه يقع هو كان هنا محتاجين أديب بقى أو فيروسوف يفكر عقل هذا الرجل كان في إيه هل كان عايز يهل بدرجة إنه كان فاكر إنه لما يعمل كده الطيارة هتنزل تاني وتاخده بيبين الحكم كمان المتطرف بيوصل الناس للمتشد صحيح يعني ممكن لأسباب اقتصادية الناس تاخد مركب وتعبر به وتغامر في الدول كتيرة لكن لدرجة إنه يعمل دي هل ده إنه عدم ثقافة أو إنه عدم أمل هي منظر ما عرفش التاريخ فيه كده ولا لأ بس هو ده أول مرة يبقى مصور وموسق في التاريخ إن الأحداث المبهجة عالميا لأبهجتك هو طبعا لو عالميا نجمع مصر وعالمي هو طبعا محمد صلاح يا محمد صلاح بهجتنا طبعا طول السنة لإنه السنة دي كمان أرقامه أحسن بكتير من السنة اللي قبلها وفكرة استمراره استمراره في النجاح بتحاوله لأيكونة يعني ما ينفعش محمد صلاح يفضل نتعامل معه هو نجاح لعب كرة بس هو فعلا نجاح شخص أرقامه استنادي إنه يعدي دروجبة في حتة إنه أفضل أكتر لعب أمريكي أكتر لعب أفريقي يعني يجيب إجوان في الدولة الإنجليزية كل دي حاجات طبعا لو بنتكلم في أحداث مبهجة في العالم مثلا لو حد سألني هقول على الأقل إنه عودة الحياة ولو تدرجيا للعالم إنما لو في حدث بعينه منذ بالك مهم لا بالعكس هو فكرة إنه تطعيمات كورونا فعلا ثبت إنه بيجيب نتيجة صحيح رجع قاله وفي حاجة تانية جديدة ظهرت ريا وميكرون لكن نتمنى إن 2022 تبقى أهدى شوية فيما يتعلق بكورونا على الآن بتتمنى إيه من عالم الإنترنت في العام الجديد؟ يعني أنا أتمنى أولا ما يطلعش تطبيقات جديدة يعني لازم نقاط فترة كده لا 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 أنت في عالم آخر ده كل ثانية بيطلع تطبيقات جديدة بس مثلا اللي حصل مع الكلاب هاوس كان لافت إنه حاجة تنجح شهرين ثلاثة وما تكملش عكس تيك توك اللي هو استفاد جدا من كورونا فكمل وبقى منافس حقيقي وهي طبعا المنافسة السياسية في الأساس ده صيني وده ضد التطبيقات الأمريكية لكن أنا أتمنى إن الناس ترشدها لاستهلاك السوشيال ميديا يكون أفضل في 2022 وأن القائمين على هذه المنصات يحاولوا يتعلموا من دروس العشرة سين الأكيدة الحقيقة إنه طبعا إحنا خرجنا برأ أحداث العام وبرأ كتاب بفلسفة البلوك بس في حاجتين لما اتحدى وجه العالم كله بيتغير ولازم ما ينفعش نرفضه إحنا لازم طول وقت نبتكر أدوات للتعامل معها لما اتحدت التكنولوجيا بكل تطبيقاتها مع الحجر المنزلي في كورونا المسألة أصبحت كل الأشغال وكل الأعمال هتاخد شكل مختلف كل طرق التواصل هتبقى بشكل مختلف كل المهن هتاخد شكل مختلف يعني إحنا لاجب أن نرفض ما هو قادم بس على الأقل يبقى عندنا أدوات للتعامل معنا بالتأكيد وده حاجة ليه علاقة بفعلا بتربيت البشر الناس لازم فعلا تعيد تقييم نفسها تاني والأجيال اللي جاية في الزات محتاجة مننا حماية أكتر ولكي نتأكد أننا نتطور مع السوشيال ميديا هنعمل زي ما قال لنا الكاتب صحفي أستاذ محمد عبد الرحمن في كتابة ارجع كده لبستاتك القديمة ارجع سنة 2-13 الوراء هتفهم قد إيه أنت تغيرت في طريقة التعبير قد إيه هتشوف حاجات أنت هتفزع إنك في يوم من الأيام قلتها أو قلتها بالطريقة دي قد إيه في ناس كان ممكن ما تخسرهمش لو كنت ما تكلمتش في الوقت ده أو ناس تكسابهم لو عرفت إزاي تتحور معهم بشكل مختلف ببارك لك وبشكرك على متابعة دائمة لوسائل الإعلام والأحداث بشكل عام الكاتب الصحفي أستاذ محمد عبد الرحمن وفلسفة القديمة